بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله نحل مع احدى موسUp exam 2 انا نق API لامضة كده اللي هو السمبل بتاع هي بقى ايه? اولا هو مدينا كده اللي هو ما بين بس. يبقى احنا كده معنا اللي ما بين اهو ماشي وادي دي كده هو مدهلنا بتو متر. يبقى بقى من لحد الففت هتبقى ايه? ما هنشوف كده هيبقى فيه كام في دي. هلقيهم هيبقوا كام? هيبقوا فور. ليه? لان دي كده الففت. ودي كده الفرست. يبقى من الفرست للسكند ادي وان. ومن السكند للثيرد ادي وان يبقى كده تو. من الثيرد للفورث ادي وان يبقى ثري. من الفورس ليه? يبقى كده وان يبقى كده فور او ممكن نعمل ماينس وان على طول يبقى هيدينا فور. يبقى احنا كده عندنا فور ويفز. والاااا بتاع الويف الوحدة ااا او ميتر. يبقى كده طبعا الديستانس هتبقى ايكوال ويف لينس. طايمز النامبر. اوف ويفز عدد الموجات. الويف لينس او تو. طايمز النامبر اوف ويفز اللي احنا قلنا من الفيرست الحد الفيفز يبقى كده فور. فور كومبليت ويفز يبقى كده طبعا تو تايمز فور حدينا ايت ميتر. اااا. اا 천انس احنا عارفين عشان نحوهل من الميجا ااا الميجا هيرتز يعني ليه الجيجا هيرتز بنعمل ااا تايمز تين باور نيجاتيف سري ااا تمام يبقى كده هنعمل تو費 تايمز تين باور نيجاتيف سري او او توينتي تايمز تين باور نيجاتيف سري هنلاقى هتدينا two times ten power negative two. ولو عملناها على طول على الكالكوليترو يدينا زيرو بوينت آآ زيرو آآ طبعا جيجاهرت سيبقى زيرو بوينت زيرو تو. آآ كينيتك انرجي اكوال هاف طبعا تايم از الماس او هاف ماس تايم از آآ سكويرد في مربع السرعة زي ما كنا بناخدها حتى من سنة اولى هاف طايمز ماس طايمز في باور تو في باور تو اللي هي سكويرد فيلوستي وام طبعا اللي هي الماس. آآ تانينج فورك اس كونسيدرد از وان اف دا اجزامبلز آآ آآ الشوكر النانة بتبقى بتعتبر آآ احد الامثلة على طبعا قلنا الوسيلتري موشا. على الحركة التزاب زبي. آآ فروم دا فولوينج تيبل من الشكل من الجدول اللي امامنا دا. آآ دا ويف اي اس كونسيدردHAHAN الكترو ماجنيتك ويف انه ويف فيهم تعتبر الكترو ماجنيتك. اولا احنا خذنا ان الالكترو ماجنيتك بتبقى ترانزفيرز بس احنا قلنا اول الكترو ماجنيتك ويفز ار intervention waves يعني ما فيش في فيها خالص лونج تيودنال. يبقى لو شفنا اي لونج تيودنال يبقى ما ينفعش خالص تبقى يلكترو ماجنيتك ويفز. يبقى ممكن دي ترانزفيرز ويف ودي برضو عشان دي بس مين بقى اللي هيخلينا نختار دي بالزات اللي احنا خدنا ان الفلسطي بتاعت الالكتر مجنيتك ويفز بيبقى سريه طايمستين باور ايد يبقى طبعا هنختار دي في الشكل اللي امامنا ده مونة خبطت هنا تركت يعني على الجدار الحديدي ده بعد كده احمد سمع الصوت اه بتاع الخبطة يعني اللي بينتقل في الهواء بعد وهيسمع بقى الصوت اللي هينتقل في ده افتر طيب واحدة واحدة احنا عارفين طبعا ان اه في الهواء ده ما هو ده جايز واحنا عارفين طبعا ان اللي هو في هيبقى أسرع بكتير من في الإير طبعا ما أسرع بكتير يبقى هيوصل في وقت أقل طبعا اللوجيك يعني يعني يتناسبوا مع بعض تناسب عكسي كل ما الوقت قل كل ما السرعة تزيد وكل ما الوقت زاد كل ما السرعة تقن يبقى كده السرعة هتبقى في أكبر طبعا وبالتالي هياخد وقت أقل يبقى طبعا هيبقى 0.1 هنا هنطبق بقى القانون اللي بيقول أن V equal lambda time is frequency طيب قادي كده وفريقونسي بـ 2 hertz يبقى 1 times 2 يبقى دي كده هتدينا 2 meter per second نخد بالنا احنا بنحسب الفلسطي بالmeter per second تمام هنا وفريقونسي بـ 2 و الفريقونسي بـ 8 فيبقى 2 times 8 هتدينا 16 يبقى دي كده هتدينا 16 هنا 3 times 3 فهتدينا 9 هنا 4 times 1 هتدينا 4 يبقى مين أسرع واحدة طبعا اللي هي 16 يبقى بيه sound velocity is the greatest stroke طبعا لسه أيلنها سرعة الصوت بتبقى أعلى قيمة لها في الصوديد what's meant to buy the velocity of a certain wave equal 340 meter per second يبقى الويف دي بتقطع مسافة 340 meter كل ثانية كل ثانية بتقطع مسافة قد ايه 340 meter يبقى كده هنقول this mean that the wave covers a distance of 340 meter in one second how the distance that covered by the wave in one second equal 340 meter يعني ممكن برضو ولاد يقولوها بطريقة مختلفة this means that the distance covered by the wave in one second equals 340 meter معنى كده ان المسافة الموجة دي قطعتها في ثانية واحدة هتبقى بتساوي 340 meter put true or false and correct what is wrong the rarefaction is the area in the longitudinal wave تمام the rarefaction دي منطقة في the longitudinal wave at which اللي فيها بقى the particles of the medium جزيئات الوسط are of the highest density and pressure بتبقى في اعلى كسافة واعلى تضاغط طبعا false المفروض بدل highest يبقى lowest مثلا نصحح بدل highest يبقى lowest او ممكن ولاد تاني يصححوا ويخليه compression او تمام هو يبقى طبعا ياما نصحح highest نخليها lowest ياما نصحح rarefaction نخليها compression wave velocity is constant in the different media سرعة الموجة بتبقى ثابتة في الاوساط المختلفة طبعا قلنا false هي بتبقى ممكن تبقى constant in the same media بتبقى constant في نفس المedia نفس الوسط او ممكن برضو في ولاد تانيين يصححوا بدل constant يخليها different بتختلف يعني في different media ناخد تلات احتزازات كاملة طيب الاحتزازة الكملة الone complete oscillation بيبقى فيها four amplitudes الاهتزازة الوحدة بيبقى فيها four amplitudes يبقى هيبقى طبعا three times four فطبعا هيدينا twelve amplitude اه يبقى تمام طبعا true الموجة المستعرضة هي الطراب بيسبب حركة جزيئات الوسط من اماكنها احنا طبعا قلنا ما فيش اصلا بتتحرك من اماكنها يبقى دي force طيب اما اللي هو causes ايه هو نصحح movement نخليها من غير ما يتحركوا اصلا من مكانه طيب study the two following figures then answer the questions followed by these figures مايش لو بصنا على الشكل الاولين ده ايه 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 تفسيرك ايه تفسيرك حركة الكرة بي when بول اي كولايدز the other بول لما البول ايدي هتغبط هنا في other بول ايه بالرغم من ان الكرة ايدي ملامستش الكرة بي تمام هي بس خبطت هنا تمام احنا عارفين ان الانرجي هتنتقل لحد ما توصل للكرة بي وبالتالي بقى الكرة بي تبدأ تتحرك والانرجي هتنتقل خلال باقي الكور باردول طيب يبقى حنقول due to the transfer of energy يبقى due to the transfer of energy from ball a to ball b through the rest of the balls خلال باقي الكور يبقى due to the transfer of energy from ball a to ball b through the rest of balls خلال باقي الكور تالي يعني صحيح لجد choose the velocity of the pendulum ball is very small at the position او the positions ايه سرعة البند سرعة كورة البند دي هتبقى very small قليلة جدا يعني تكاد تكون zero at the position طبعا one and three one and three ليه لان احنا قلنا بتبقى velocity and two وبعدين velocity تبدأ تقل تقل decreases gradually until it reaches zero or the smallest value at the highest point عند اعلى نقطة او عند largest displacement بعد كده هتبدأ ترجع تاني وطول ما هي نازلة كده until it reaches maximum at point two وبعد كده تبدأ تطلع تاني الناحية التانية وطول ما يطلع ال velocity decreases gradually until it reaches zero or reaches the smallest value يبقى طبعا the velocity of the pendulum ball is very small at the positions طبعا one and three if the distance between the center of the rear function and the center of the successive compression ناخد بالن المسافة ما بين مركز تخلخل و مركز التضاغط اللي بعديه على طول successive يعني اللي بعديه على طول يبقى كده ما بين مركز تخلخل وبين مركز تضاغط يبقى كده ده half the wavelength ناخد ناخد بالنا هو هنا كده بيتكلم على half the wavelength half اللمضة ليه لان لمضة كاملة يعني الطول الموج كامل هيبقى center بتاع لل center بتاع اللي بعده خلاص طيب وحنا عارفين ان يبقى وراء على طول compression وبعد كده فالمفروض بقى من اللي اللي بعده هيبقى كامل هو هنا بقى بقى من اللي بعده على طول طيب ما ده هيبقى wavelength ماش هيبقى wavelength كامل تمام لو distance دي بقى zero point zero two meter calculate the wavelength of the longitudinal wave هيبقى equal two times zero point zero two طبعا يبقى هيدينا zero point zero four meter وللي برضو لسه مش فهم آآ كويس احنا ناخد بالنا احنا قلنا ان احنا ممكن برضو نمثل longitudinal wave كده لان احنا قلنا ان آآ الكريست في بتبقى equivalent to compression in the longitudinal wave يبقى دي كده هتمثل ايه compression عادي جد طيب ودي هتمثل rare fraction تمام وهو بقى هنا بيسأل وبيقول ايه لو distance ما بين center of rare fraction اللي هو ده لو distance دي من هنا كده حالو ليه compression اللي بعد ه اللي بعده اللي بعده اللي هو يبقى هنا كده لو distance دي كده ناخد بالنا بقى لو هننزل خط كده لو distance دي كده هو بيقول هتبقى كام تبقى zero point zero two متر طب ما هو لازم من هنا لحد هنا لازم من هنا لحد هنا لانه هو distance between two successive rare factions أو two successive troughs فهو هنا مدينا المسافة ما بين the rare faction ده وال compression اللي بعده طبعا عشان بقى نجيب ال wave length لازم نعمل لها times two تعني يعني كده بقى اتوضح the wave velocity if the frequency of this wave equal 60 hertz عايزين نحسب ال wave velocity سرعة الموجة لو كان كذا ما احنا عارفين انه في قانون من المسلس اللي بيقول ان times lambda حال هيبقى times lambda هيبقى هو بيقول 60 times ال wave length اللي احنا جبناه فوق اللي هو هيبقى zero point zero four طبعا هنحسبها على طول على الكالكوليتر وهنشوفها تبقى كام طبعا هي هنا هتبقى كأنها طبعا زيرو كانسل دي مع زيرو هيبقى four times six twenty four divided طبعا ten فيبقى طبعا two point four meter per second the periodic time if the frequency of this wave is 40 hertz لو الفريقونسي بقى 40 hertz ايزين نحسب الperiodic time تبا احنا وقدين برضو قانون بيقول ان الperiodic time هو الريسيبروكال of frequency والفريقونسي هو بتاع يبقى t equal one over اه يبقى لو اعايزين نحسب t فيبقى t equal one over f اللي هو الفريقونسي يبقى one over forty طبعا نحسبها بقى على طول على الكالكوليتور ونشوف هتطلع كام هتطلع تقريبا 0.025 طبعا ساكت ناخد بالنبقى الperiodic time هتطلع بالساكت write the scientific term of each of the following the periodic motion made by a body around its point of rest حول موضع اتزانه where the motion is repeated through equal intervals of time طبعا أولا هو بيقول the periodic motion يعني هي نوع من the periodic motion واللي الجسم فيه بيتحرك حوالين موضع اتزانه يبقى دي طبعا oscillatory motion oscillatory motion it is a disturbance in which هو الاطراب اللي في بقى الparticles of the medium جزيئات الوسط vibrate along the direction of wave propagation في نفس اتجاه انتشار الموجة طبعا قلنا دي longitudinal wave the time taken by the oscillating body to make one complete oscillation الوقت اللي بيأخذه الجسم المهتز عشان يعمل احتزازة كاملة واحدة طبعا قلنا ده اسمه periodic tie النقطة اللي بتبقى فيها اقل كسافة واقل ضغط في الموجة الطولية طبعا قلنا دي منطقة التخلق ناخد بالنا بقى من غير ما نغير اللي تحت خط احنا طبعا طول عمرنا بناخد ان احنا نصحح الجمل التالية بعد تصحيح اللي تحت خط لا هنا هنصحح باقي الجملة ونسيب اللي تحت خط زي ما هو بتتحرك من مكانها لا طبعا قلنا ان الmedium particles vibrate around طبعا its rest position او vibrate in their positions without moving from their places يبقى without moving from their place او ممكن نيجي نصح هنا in wave motion medium particles don't move from their place على طول يعني ممكن don't move from their places على طبعا لا احنا قلنا الحركة بتاعة spring بتاعة الملف الزنبور كده بتبقى oscillatory periodic motion احنا مفوض نصحح circular ونخليها oscillatory oscillatory periodic motion طبعا طبعا طالما wave length وطالما velocity على طول هنستخدم المسلس اللي هو بتاع wave velocity V فوق وهنا على الشمال F وهنا على اليمين lambda تمام ال wave length lambda اهو بيساوي ال wave velocity تمام اهي فوق اهي divided periodic time لا طبعا يبقى المرفوض نصحح ونخليها frequency يبقى هيبقى wave velocity divided mean divided frequency the amplitude equals double the complete oscillation هل amplitude بيساوي ضعف complete oscillation لا ده هو بيساوي quarter complete oscillation بقى نصح double ونخليها quarter complete oscillation give a reason for the frequency of the vibrating body decreases by increasing the periodic time التردد بتاع الجسم المحتز بيقل لما بنزود الperiodic time طبعا قلنا because the frequency is inversely proportional to the periodic time يبقى هو نقول because the frequency is inversely proportional to the periodic time لان التردد بيتناسب عكسيا مع الزمن الدولي periodic time طبعا عارفين ان اليونت بتاعته بتبقى بالsecond يبقى one مع b amplitude طبعا الميجران جين بتاعته يئم بالميتر يئم بالسنتيمتر هنا السنتيمتر هو يبقى two مع d frequency طبعا بالhertz أو ناخد بالن oscillation per second بس هو هنا جاب لنا hertz يبقى طبعا هنختار ايه wave velocity سرعة الموجة طبعا بالmeter per second يبقى four معاها c from the opposite figure answer what is the kind of the produced wave ايه نوع الموجة المصدرة اولا هي بتتكون من compression و rarefaction يبقى دي طبعا longitudinal wave تمام وطبعا برضو دي tuning fork شكرا انها طبعا لما بنهزها بتطلع sound waves طبعا عارفين ان هو longitudinal wave يبقى ايه نوع طبعا longitudinal wave وممكن فيه ولاد يقول longitudinal sound wave تمام برضو ما فيش مشكلة label points a and b طبعا ايه ده rarefaction يبقى ايه ده rarefaction منطقة تخلخل وبي طبعا واضح جدا هي compression منطقة طبعا تضغط what is the name of the distance between c and d ايه اسم المسافة اللي ما بين c و d طبعا wave lens سهلة جدا جدا طب نقول ليه لان ده center of first compression وده center of the second compression وحنا عارفين ان wave lens is the distance between the centers of two successive compressions or two successive طبعا rarefaction the arrow z refers to the a السه z ده بيشير الى ايه طبعا ده بيشير الى اتجاه انتشار الموجة الموجة بدأ من هنا وي بتنتشر في الاتجاه ده يبقى آآ ده بيشير الى ايه the direction of wave propagation اتجاه انتشار الموجة what is the importance of a physiotherapy tops اللي هو طبعا الجاكوزي طبعا قلنا it is used to treat بيستخدم في علاج one sprains and cramps طبعا by using hot water وطبعا number two بيعالج برضو nervous tension التوتر العصبي طبعا ده بقى cold water